مرحبا عزائي براحب فيكم مجددا على بيروت فراغرانس باشن كل شخص جديد على القناة بتمنى يعمل موضوعنا اليوم عن عطر من شركة Zara شركة الملابس المعروفة Zara 9.0 أو 9.0 هذا هو العطر معي ما عندي الفول بريزنتيشن لأنه هذا العطر هتاني زجاجة استعملها أول زجاجة استعملتها خلصت و هيدا تاني زجاجة ضيعة العلبة او تخلصت منها يمكن هيدا العطر تم اصداره عام 2015 أول ما تم اصداره يمكن استعملت أول زجاجة منه لان انا بشتري ما لابسنا عن زهرة هيدا هيدا العطر استعملته والايده رائع بس خلصت الزجاجة استعملت اشتريت واحدة تاني كانوا جايين أوفر مع بعضهم 9.0 و 8.0 مع بعضهم بسعر كان كتير حلوة بحكيكم عنه ها هي الزجاجة بتجي لون أحمر عن نبيزة شكل الزجاجة بيشبه شوية البوس بوتن أو البوتيكا فينتا هيدا الزجاجات هيدا الغطاء بيجي بلاستيك المكونات مكتوبة هون ما في لزوم تبحثوا عنها على الفراجرنتيكا مكتوبة على العطر السبراير هذا السبراير شوية بتكون تشدوا على السبراير لإطلاع العطر بوجاجة حلوة لونها وشكلها الريحة من أجمل روايح زارة للإيتا والأكتر وأكترون الأداء يعني بالأداء كمانة طير منية المكونات هي البرجاموت العرعر الكزبرة الفلفل الكاردموم الساوسان الفتيفر ناجيل الهند العنبر وخشب الأرز والتركيز بيجي قد طولات توسعة 100 ملي هيدا هو كبرزنتيشن للعطر ريحة عن جد ريحة جميل جدا هذا موفقين في زارة لأنه زارة بيعمل عطور ما هبه ودبه بنزله عطول عطور بكترة وأعاد كل واحد بيقعد يفتش إلى يلاقي عطر يعني في عطور ما قيلة لزوم ينزلوها فعندكن كتير مهمة صعبة انه تلاقوا عطر مميز من زارة أو بالشمس أنا هذا اكتشفته بالحظ بعدين أليقيت أنه في حكي علا بالمجتمعات العطرية وبالجروبات وباليوتيوب فطلع أنه عطر حلو جميل جدا هذا العطر شو بيشبه بيشبه الفالنتينو غوامو الأساسي ليس الانتنس الأسود أكتر شيء قريب عليه كمان بذكرنا بعطور مثلا البرادة لوم العطور مثل ديور اوم ليس الانتنس لأنه عطوة والات خفيف بذات الوقت فراش و سويت وفيه شوية عم بس أكتر شيء أقرب شيء للفالنتينو و هومو ليس الانتنس العادي سوف نضع لكم صورته على الشاشة سوف نصل على أداء هذا العطر من أكتر عطور زارة الأداء يعتبر جيد إلى جيد جدا من القلائل بعطور زارة إجمالا أداء وسطة إلى أقل من وسطة هنا يأخذ ثبات بحدود 6 ساعات أو أكتر شوية من 6 ساعات مع فواحين أول ساعة ونصف فواحين جيد فوق المعدل فواحينه وجميل جدا فواحين بيعطيكم هالة عطرية حولكم فواحينه حلو كثير فالأداء بالنسبة لهذا العطر كثير منيح بالإطراءات رح تاخدوا على إطراءات من الصبايا كثير كثير عطاني إطراءات هذا العطر فما في مشكلة إطراءات رح تاخدوا إطراءات الفصول فيكم تستعملوك كل أيام السنة لأنه بيجمع بين الفراش والعمق يعني في شوية عمق مع فراشنس مع انتعاش فتستعملوك كل أيام السنة بس أحلى فصلين لقلو هن الفصول المعتدلة يعني الخريف والربيع مناسب جدا للعمل بالمكتب زملائكم رح يشموا رحتكم كثير حلوة وجزابة و رح تاخدوا إطراءات سعره كان رخيص وقت اشتريتهم الزارة 80 وال90 كانوا محتوطين بباكتج مع بعضهم جايين بعلبة 25 دولار كانوا العطرين مع بعضهم سعروا 25 دولار فما بعضهم موجود بقولوا وقف إصداره ممكن بعد تلاقوه عند زارة في لبنان موجودين زارة بمحلاتهم بالمولات الكبيرة في زارة عندهم ملابس وعندهم قسم للعطر فجربوا لقوه هذا العطر إذا بعضهم موجود أكيد بنصحكم تاخدوه العطر بيرتكز حوال نوتة السوسن وحواليا بدوروا بقية النوتات الارتكاز الأساسي بتشموا رحة السوسن واضحة فيه يعني الآيرس واضحة فيه جدا هذا هو إذن عزائي زارة 90 من الاكتشافات الجيدة عند عطور زارة أكيد بنصحكم تجربوه وإذا لقيتوه ما توفروه خدوه لأنه ممكن يكون انتهى والكمية المتبقية بس تخلص خلص يعني ما رح يرجع ينزل مرة تاني زارة 90 بتمنى أعزائي يكون عجبكم الفيديو ما تنسوا تتابعوني تعملوا سبسكرايب ونشوفكم فيديوهات جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر